الحالة اللي قدامك دي كانت في مبارات مانشستر سيتي و أستون فيلا الأخيرة في الدوري الإنجليزي ظهر فيها 3 حالات مهمين جدا في الكورة هنبص عليهم دلوقتي ونحكي عنهم بشكل بسيط في البداية دي كانت راكلة روكنية لأستون فيلا وطلعها إيدرسون وروح التحول سريع لمانشستر سيتي الكورة هنا بتوصل لكيفين دي بروين أول ما كيفين دي بروين ابتدت تحول السريع لأ مدافع على طول في وشه فما الحقش أنه يتدرك بالكورة بس عمل حركة كده كانت مهمة جدا التقنية دي اسمها البادي فنت أو خدعة الجسد بيقولك اللعب اللي بيحمل الكورة دايما لازم بيتظاهر بجسده أو بيتظاهر بالكورة عشان يخلي المدافع يغير وزنه أو ياخد خطوة في اتجاه مزيف فبالتالي يخلق له حالة من عدم التوازن فأنت بتوهم الخصم أن أنت هتتحرك في اتجاه معين فبالتالي يقدر هو يروح بسرعته في الاتجاه ده وإنت تروح مغير الاتجاه بتاعك إلى الناحية الثانية فتخلق له فعلا حالة من عدم التوازن زي اللي قدامك دي بالزبط وتسمت بالبادي فنت أو خدعة الجسد لأن أنت بتخضع الخصم دون الحاجة إلى تحريك الكورة نفسها ومن هنا كيفين دي بروين قدر يتخلص من المدافع اللي عملت ضغط العكسي وابتدى يتدرك بالكورة في مساحات واسعة جدا في التحاول السريع تاني حاجة عملها كيفين دي بروين هنا إثناء التحاول السريع هي البادي لانجويتش أو لغة الجسد بص كيفين دي بروين إيدو اليمين بيوجه في الفودن للناحية اليمين وبيقول له روح يعمل الأوفر لابنج الناحية دي لقده ليه؟ عشان يخلق موقف 3 على 3 في نهاية الهجم وتتخلق ممرات تمرير أكتر هنا بقى النقطة الثالثة اللي عايز أتكلم فيها وهي المدافع كالون شامبرز وتعامله مع الموقف بشكل مميز جدا أولا ده موقف 3 على 3 يعني فيه اثنين مدافعين على الأطراف المفروض يقفلوا زوايا التمرير على الاثنين اللي بيعملوا القاتنج إنسايد في ظهرهم وبالتالي من الطبيعة والمنطقة إن كالون شامبرز كان لازم يدخل على دي بروين ويمنعه من عملية التمرير أو المراغة عامة طب تعال نشوف كلم شامبرز مرجعاته كانت فين وكانت فعلا مهمة جدا هنا أولا أنا عايزك تركز على وضعية جسد شامبرز وهي الوضعية الجانبية اللي من خلالها يقدر يعكس وضعه في أي وقت هنا تشامبرز يتعامل مع الموقف بشكل صحة وأكتر منطقية لأن الفكرة كلها إنه هنا اهتم مرجعات المساحات الخلفية اللي ممكن دي بروين يقدر يمرر فيها لجابريال خيسوس وفودن اللي بيتحركوا في ظهر الاتنين مدافعين التانيين وقدر برؤيته إنه هو يلاحظ مرجعات الكورة إنه قريب منها داجلس لويز وقدر جدا إنه يفتكها من كيفين دي بروين لأنه كيفين دي بروين هنا مش شايف داجلس لويز وهو بيعمل ارتداد الدفاعي في ظهره فهو هنا بمعنى صح قدر يأخر كيفين دي بروين في القرار بتاعه على قد ما يقدر لأنه كيفين دي بروين كان مقرر إنه يمرر لأحد من فودن أو جابريال خيسوس ولما اخر قرار كيفن دي بروين كان دوغلس لويز قدر يلحقه بالارتداد الدفاعي في نفس الوقت هو مداش فرصة الخيسوس او فودن هما يقطعوا بشكل كتري في المساحات دي ويقدروا يطلبوا التمريرة من كيفن دي بروين فهو منع كل شيء كالوم تشامبرز باهتمامه بمرجعات المساحات مش مرجعات الكورة او حتى كيفن دي بروين ومن قدر تأخير قرار كيفن دي بروين اتزحلق في الاخر وماقدرش انها يقوم بالقرار من خصوص الى فودن والهجمة ضاعت في النهاية